نحن معتصمون العلوم السياسية من كافة المحافظات ومن سنين مختلفة التخرج اعتصامنا هنا وليس هذا اعتصامنا الأول وإنما اعتصام لاحق من عام 2019 من شهر آب حيث تم غبن بقية المعتصمين ورفع عدد قليل من العسمة آنذا فاكملنا المسيرة في الاعتصام من أجل نيل حقوقنا المسلوبة مطالبنا هو مطلب بسيط ما عندنا غير تعيين أو توفير فرص عمل لأنه بأي مجال يوظف اختصاصنا وليس فقط وزارة الخارجية لدينا أكثر من 27 مجال وكذلك أيضا دائرة العلاقات العامة بكل وزارة هي تحتوي ضمننا هذه الاختصاص لم تقابلنا أي جهة رسمية ولم نحصل على أي حلول جذرية وإنما فقط الوعود والتسويف في طلبنا ناشدنا كثير من المسؤولين كثير من النواب ولكن لم نجد أي إذن صاغية لنا ردود الحكومة هي ردود يعني تقرأ الوضع الحالي الأقتصادي للبلد وإحنا ما عندنا مشكلة أنه نستمع للحكومة بس خلي يجينا مسؤول يطينا الحلول أو يطينا اقتراحات يطينا ممكن نتناقش بهواء أمور نصل إلى حل جذري يرضي الطرفين بهذه الأمور والباب مفتوح لكل و للجميع لقد تعرضنا إلى العنف عدة مرات وليس مرة واحدة من قبل قوات الأمن هنا بهاي المنطقة في لواء 56 أيضا وأمن الخارجية تعرضنا للضرب إلى الإهانة تسمعونا كلام يعني ما يرضي السمع وعدنا حالات هواية منها ابنية إيدها ماكسورة رجلها ماكسورة موبايلاتنا تضربت ما يخلونا التصوير أصلا يعني القنوات نفسها ما يخلوها تجي تصورنا حتى لو ما تصورهم تصورنا أيضا تم أخراجنا وبالقوة بالعنف من قبل الشغب واستخدام المي الحار من أمام ضوابة وزارة الخارجية ومثل ما تشوف حضرتك هاليان إحنا واقفين على الرصيف وبعيدا عن البوابة الخارجية اللي هو كانت تصعيد قبل أيامها اليوم إحنا تخصص العلوم السياسية تخصص مظلوم جدا يعني تخصص نحس ماكو إلى درجات وظيفية مرنة يعني إلا بالحكومة وبنات الدولة يعني من تروح اليوم أي مجال ثاني بالقطاع الخاص ما يوظفك وحتى لو يجي يوظف يعني يوظف واحد مثلا زيان وهاي الآلاف اللي ده تتخرج من نفس الأختصاص وعندنا هواي قليات العلوم السياسية ليست فقط واحدة وإنما كثير منها في كل محافظات العراق زيان هاي تخرج اليوم بالآلاف هاي الآلاف شكت رح تتوظف من 2003 لحد هذا اليوم والتخصص هذا مهمش مستبعد وغير ما إلى أي وظيفة يعني مثلا لو تجي تنفتح وظائف يطلب درجة وحدة وعدد واحد زيان وهاي الآلاف وين تروح أنا اليوم صار للدعش سنة من 2009 لحد هذا اليوم أنا خريجة زيان لا لقيت فرصة لا لقيت لي يعني شا قولك وين ما أروح أقولك شو سواني بالعلوم السياسية زيان واني شن ذنبي إذا الدولة ما تفتح لي اختصاص ما تفتح لي يعني رحمة خليني أقول رحمة لهذا الأجيال اللي تتتخرج وما إلهي أي نتيجة مستقبلنا داي ضيع وإحنا عددنا قليل فنسمنى من الحكومة اللي تنصفنا وتراعي مظلومية هذا الأختصاص ونحاسة قبولها بغير مكان فقط بالمؤسسات الدولة طبعا إحنا اليوم هواي أمور بس هاي الأمور يعني ممكن تكون أمور موذات قيمة يعني يعني ما أقدر أبني نفسي اليوم ولا أبني مستقبلي على موجة مثلا أفتح لي شيء مشروع قليل ما يجيب لي وارد وما يوفر لي راتب ثابت فشو رح أبني يعني مستقبلي إذا مثلا أكتب رسالة أو أساعد أحد يعني شو رح أوفر لنفسي هذا الأمر ما رح توفر لي أي شيء